صفحة 83 الآن برنامج مضاد الفيروسات أو ما يسمى antivirus بالإنجليزي antivirus برنامج مضاد الفيروسات بداية ما هو برنامج مضاد الفيروسات هو عبارة عن برنامج نستخدمه لمنع واكتشاف وإزالة البرمجيات الخبيثة في الحاسوب يعني أي برمجيات خبيثة ما معناها برمجيات خبيثة إنها شيء ممكن يضر بالحاسوب أو يلحق الأذى أو الضرر بملفات بالحاسوب أي نوع من أنواع الضرر الآن لما إحنا ننزل برنامج مضاد الفيروسات شو بيعمل برنامج مضاد الفيروسات منمنع ومنكتشف هاي البرمجيات الخبيثة من خلال مضادات الفيروسات إذن برنامج مضاد الفيروسات هو برنامج يستخدم لمنع واكتشاف وإزالة البرمجيات الخبيثة من الحاسوب في أمثلة كتير عليه في أصدارات كثيرة ممكن أي مكان ببيح سيديات أو ممكن ينزلوا عبر شبكة الإنترنت فيه مضادات فيروسات يا إما منشتريها بفلوس أو إنه بتكون مجانية متنوعة ومتعددة وأنواحها كثيرة الآن عيوب برنامج مضاد الفيروسات بما أنه برامج مضادات الفيروسات لديها فوائد منها بتمنع وتزيل برامج التجسس وغيرها من البرمجيات الخبيثة ولكن لديها بعض العيوب أحيانا يكون لديها عيوب فما هي عيوب برنامج مضاد الفيروسات أولا يمكن أن تقلل من أداء الحاسب إذا لم تكن مصممة بكفاءة مثلا ممكن نلاحظ أنه بعد ما أنا أنزل نوع معين من برنامج مضاد الفيروسات أن الجهاز أصبح عندي بطيء سرعته بطيئة أو أنه بيعلق أو أنه صار فيه مشاكل فيه فإذا كان البرنامج مضاد الفيروس مو مصمم بكفاءة أو نوعيته مش جيدة ممكن أنه يقلل من أداء الحاسب اللي عندي هذا أول عيب للبرامج مضادات الفيروسات ثاني عيب أنه انخفاض فعالية برامج الحماية من الفيروسات مع مرور الوقت فمثلا أنا بنزل اليوم هذا البرنامج بيكون آخر إصدار أو أحدث إصدار بعد فترة بصير بلائعا بلائي فيروسات بالجهاز مع أنه عندي مضاد فيروسات ولكن بتكون انخفضت فعاليته يعني صار مش بنفس الفعالية اللي أول ما أنا نزلت أو أول ما أنا شريته فبتنخفض فعاليته مع مرور الوقت ثالث عيب لبرامج مضادات الفيروسات إنه قد يواجه المستخدمون غير الخبراء مشكلة في فهم الأوامر والقرارات التي يقدمها برامج مضاد الفيروسات مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير صحيحة تؤدي إلى الإخلال بحماية الحاسوب فمثلا أنتو كمستخدمين أطفال ممكن سير يطلع لكم مسيجات أو رسائل أو صندوق حوار في الجهاز وما تكونوا فاهمين شو هو أو شو عم يحكي لكم وتكبسوا كبسات خاطئة تعطوا فيها قرارات غير صحيحة تؤدي إلى الإخلال بحماية جهاز الحاسوب اللي أنتو عم تستخدموه وأنتو مو فاهمين شو هو أو شو المشكلة اللي صارت فهذه ثالث مشكلة من مشاكل برامج مضادات الفيروسات الآن ما هي الفيروسات؟ عم نقول مضاد فيروسات مضاد فيروسات الفيروسات هي عبارة عن برامج تتم كتابتها بغرض الحق الضرر بحاسوب آخر أو السيطرة عليه بكتبها ناس بطريقة معينة بكونوا متخصصين أنهم يكتبوا هاي البرامج المضرة بالأجهزة الأخرى يعني في ناس بكونوا بيعرفوا يكتبوا هاي البرامج أو متعلمين كتابة هاي البرامج المضرة لحتى يلحقوا الضرر بحواسيب أخرى أو يسيطروا على حواسيب أخرى في كتير منسمع أنه مثلا الهاكرز أو منسمع بالفيروسات معينة فاتت لنظام بنك مثلا سرقت منه فلوس أو ألحقت الضرر فيه أو خربت نظام مؤسسة معينة فهي دايما أهدافها غير جيدة الفيروسات بكتبها ناس بطريقة معينة ناس متخصصين الآن الفيروسات لها صفتين رئيسيتين صفات الفيروسات الرئيسيات أول إشي إنه تحتاج إلى ملف لتعيش متسطرة فيه يعني الفيروس بيشوف ملف وبيعود فيه زي الفيروسات كيف بتعود في جسم الإنسان الفيروس الكمبيوتر بيعود بملف وبيعود فيه فالفيروسات دايما بتكون موجودة بملف وبتسيطر على البرنامج المصاب لما إحنا نشغل هذا البرنامج بتشغل الفيروس قبل اللي بتكون البرنامج بتكون متخبي فيه هاي الفيروسات هاي أول صفة اثنين الصفة الثانية للفيروسات إنها تستطيع أن تنسخ نفسها تستطيع أن تنسخ نفسها فالبرامج المؤذية أو الفيروسات تقدر إنها تنسخ نفسها بمجرد تشغيل البرنامج المصاب فمثلا إذا أنا عندي جهاز عليه فيروس بأحد الملفات وضعت مثلا السيدية أو القرص المرين أو وضعت فلاش ميموري رح نلاقي إنه رح يصير موجود في فيروس على هذا القرص المرين أو على هاي الفلاش ميموري ورح يعطينا علامة إنه القرص المصاب أو وحدة التخزين هاي اللي حطيناها ممتلئة تماما بالرغم إنه ما حطينا عليها غير ملفات حجمها صغير السعر الثاني بإيش اتعبت بالفيروسات لأن الفيروسات نسخة نفسها لهاي القرص المرين أو لهاي الفلاش ميموري إذن هاي الصفات الرئيسية للفيروسات كان هذا الدرس شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله